السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنكمل محضراتنا الخاصة بالجولوجيا الاقتصادية ورواسب المعادن. احنا بدأنا شغلنا في ان احنا اتكلمنا عن المعادن وعن التعدين. اتكلمنا عن بعض المصطلحات يعني ايه خامة ويعني ايه رواسب معدنية. واخدنا دراسات الجدوى اللي بيعملوها علشان خاطر اه لو هم هيعملوا مناجم او يستخرجوا مثلا خيامة اقتصادية. اه واسمنا الرواسب المعدنية دي على حسب اشكالها. قلنا انها ممكن تبقى موجودة على شكل طبقات. ممكن تبقى موجودة على شكل اه عروق. او ممكن تبقى موجودة على شكل متدخلات نارية. وبعد كده اسمناها مرة اه كيميا يعني على حسب الكيميا بتاعتها لفلزات ولافلزات. اه اه اجسام مائية ومواد وقود وطاقة. واخدنا تقسيمة تانية لها اه مهمة برضو اللي هي على حسب النشأة بتاعتها. وقلنا ان الرواسب المعدنية ديت ممكن تبقى نشأتها مجماتية. يعني تبقى مصاحبة لتكوين الصخور النارية. ممكن تبقى نشأتها رسوبية. يعني مصاحبة لتكوين الصخور رسوبية. ممكن تبقى نشأتها متحولة يعني صاحبة لتكوين الصخور المتحولة درسنا اول نوع اللي هو الرواسب المعدنية المجماتية وقلنا ان الرواسب المعدنية المجماتية في منها نوعين في منها نوع مبكر يعني بيكون مع المراحل المبكرة لتكوين المجمات وفي الغالب بيبقى مصاحب لصخور قاعدية وصخور الفوق قاعدية يعني بيكون معاهم وقلنا ان فيه نوع تاني اللي هو رواسب معدنية مجماتية متأخرة يعني الرواسب المعدنية اللي بتبقى مع تبلور المجمة في الفترات الاخيرة بتاعتها من تبلورها وفي الغالب بتبقى طبعا المعادن اللي بتبقى بتكون في الاخر خالص على حسب سلسلة باون للتفاعل اللي انتوا عارفينها انه بيبقى عندي المعادن اللي بتبقى السيليكيت اللي هي زي الكوارتز او المايكا او الكليزبرات دي كلها بيسموها معادن سيليكيت فهي بتبقى مصاحبة للمعادن ديت عشان كده الانواع ديت من الرواسب بتبقى موجودة قطعة للسخور النارية او بتبقى مثلا مبعطرة فيها او مثلا تبقى مالية الشقوق او الكسور الارضية اللي موجودة في السخور النارية عامة الانواع بتاعتها بيبقى فيه منها كزا نوع اللي هي الرواسب المعدنية المتأخرة دي فيه منها نوع بيبقى جاية عن طريق التنوع المجماتي او التفارق الصخيري وده معناه ان الرواسب المعدنية بتبقى جاية نتيجة التبلور المباشر من المجمى يعني المجمى اتبلورت والخامات ديات بتبتدي انها تتراكم في الفترات الاخيرة اللي هي بتبقى من حياة التبلور بتاعت المجمى زي مثلا خامة المجنيطايت والمجنيطايت التى تاني فيه نوع تاني اللي هو رواسب المعدنية اللي بتبقى جاية نتيجة انها مش بتبقى قادرة دوب مع مكونات المجمى يعني رواسب معدنية نتيجة العدم القابلية لزوابان مكوناتها مع مكونات المجمى يعني مكوناتها مهاش قادرة دوب مع مكونات المجمى فكل اللي بتعمله انها بتتجمع كده وتاخد بعضها وتبتدي انها تنفصل من اللي هي المتبقيات بتاعت المجمى دي اللي هي المخلفات بتاعت المجمى وبتكون لرواسب بسميها رواسب الكابريتيدات اللي هي زي مثلا كابريتيدات الحديد اللي هو معدن اللي احنا عارفين اللي هو معدن بايرايت او كابريتدات النحاس اللي هو معدن تاني اسمه الكالكوبيريت دي امثلة عليها تالت نوع اللي هو رواسط بتبقى جاية نتيجة لتبالور المخلفات بتاعت المجمع مخلفات المجمع يعني ايه يعني الحاجات اللي بتبقى فضلة في الاخر خالص بعد ما كل سخور بتتكون بيفضل عندي مخلفات بتبقى غنية جدا بالسيليكا والعناصر القلوية وبيبقى بها برضو بعض العناصر التانية اللي بيبقى لها قيمة اقتصادية فانا دلوقتي عندي تلات انواع من الرواسط المعدنية المتأخرة نوع بيبقى جاي عن طريق التنوع المجماتي زي المجنيطايت والمجنيطايت التتاني ونوع بيبقى جاي نتيجة لان مكوناته ماش قادرة تدوب مع مكونات المجمع فبتتجمع وتنفصل فدي زي مثلا الكابريتدات الحديد والنحاس زي معدن بيريت والكالكوبيريت وفي رواسط معدنية بتبقى جاية نتيجة تبلور المخلفات او البوائي بتاعت المجمع اللي بتفضل في الاخر خالص زي ما احنا هنشوف دلوقتي اسمها صخور البجماطايت من الامثلة طبعا احنا اتفقنا ان احنا بناخد يعني ايه رواسط معدنية مثلا مبكرة وبعد كده ناخد امثلة عليها وناخد امثلة عليها في مصر برضو نفس الكلام احنا برضو بنشوف الرواسب المعدنية المتأخرة دي عن ايه وهي انوحها وبعد كده بناخد الامثلة بتاعتها فاحنا عندنا امثلة للرواسب المعدنية المتأخرة زي اول حاجة اللي هو رواسب المجنيطايت رواسب المجنيطايت اللي هو الرواسب دي بتبقى موجودة على شكل احزمة او اشريطة رؤياء خالص تمام بتبقى ماشية مع الصخور النارية القاعدية هتقول لي ايه اللي جاب الصخور النارية القاعدية في رواسب المعدنية المتأخرة ايه صخور النارية القاعدية خلاص اتكونت وخلصت بس ممكن الرواسب دي اللي هي بتبقى جاية في المراحل المتأخرة دي تلاقي مسلا شروخ او شقوق في الصخور النارية القاعدية فتبتدي انها تتداخل فيها وتبقى تترصب على شكل احزمة او شرائط تمام وبتتكون على الاشكال دي من امثلتها اللي هي اه رواسب معقدة بوشفيل بدولة جنوب افريقيا وكمان فيه رواسب الحديد اللي موجودة في ولاية كيرونا في السويد طبعا رواسب الماجنطايت زي ما احنا اتفقنا اللي هي بتبقى جاية عن طريق التنوع الماجماتي اللي هو اول نوع تمام تاني نوع من انواع رواسب المعدنية المتأخرة اللي هي رواسب كبرتدات النحاس والحديد اللي هي سميناها بايرايت والكالكوبايرايت اللي هو ايرن سالفايد والكالكوبايرايت اللي هو ايرن كبر سالفايد تمام واتفقنا ان الرواسب الكابريت ده زي ما احنا لسا قيلين ان هي بتبقى جاية عن طريق ان المكونات بتاعتها ما بيبقاش عندها قابلية انها تدوب مع مكونات المجمع فبتنفصل عنها وتترصب مثلا او ايا كان لوحدها كده من غير ما تنسجب مع اي المكونات بتاعت مين بتاعت المجمع تالت نوع من انواع الرواسب المعدنية او او مثال التالت اللي هي سخور البجماطايت اتفقنا ان سخور البجماطايت دي بتبقى جاية عن طريق التبلور بتاع مخلفات المجمع مخلفات المجمع اللي هي بتفضل في المراحل الاخيرة خالص تمام وبتبتدي بتبقى غنية جدا بالسيليكا والعناصر القلوية وبيبقى فيها برضو عناصر اقتصادية مهمة جدا جدا تمام آآ وكلهم بيتبلوروا ويدونوا سخور اسمها سخور بجماطايت سخور البجماطايت دي بتتميز ان هي حبيباتها كبيرة جدا يعني يعني ممكن البولورة الواحدة في بعض الاماكن بتوصل لاربعتاشر متر يعني فسخور بجماطايت دي حبيباتها بتبقى كبيرة جدا بتتكون اصلا او اساسي من معادن مهمة اوي اللي هو معدن الكوارتز ومعادن الفلسبرات والمايكا معادن الفلسبرات دي اللي هي زي مثلا الاورثوكليز اللي هو اللون بف اللي انتو بتشوفوه في المعمل والمايكا بالذات اللي هو المايكا البيضة اللي هو المسكوفيت اللي هو كان لونه فود دي وعمل زي اشر السمك ده ده التكوينات او المعادن الاساسية اللي بتبقى موجودة في البيجماطايت كمان بيبقى موجود في البيجماطايت ده معادن اللي هي بيسموها معادن اللي هي الزينة اللي زي الترمالين والتباز والبيرل والاباطايت البيجماطايت برضو بيبقى فيه فلزات اقتصادية مهمة جدا وخامات مهمة جدا زي خامات القصدير اللي موجودة في معادن اسمه كاسيترايت وخامة التانجستان اللي هو الدابليو ده اللي انت شايفينه في الرمز الكيمياء بتاع الولف رامايت معادن اسمه الولف رامايت بيبقى فيها فلز مهم جدا اسمه تانجستان والموليبدينام اللي بيبقى موجود في معادن الموليب دينايت واليورانيوم والليثيوم والعناصر الأرضية الندرة زي تانطالم والكلومبيت ومعادن الزينة زي البيرل والتوباز اللي احنا اقيلينهم لسه ايه فوق فالبيجماطايت بجانب انه هو بيكون من الكوارتز والفلسبراط والمايكل بيضا اللي هو المسكوبايت فيه برضو معادن قيمة زي التورمالين والتوباز وفيه عناصر ندرة جدا زي القصدير اللي موجود في معدن الكاسيترايت والتنجستن اللي موجود في معدن والفرامايت والموليب دينام اللي موجود في معدن الموليب دينايت موجود فيه عناصر مشاعز زي اليورانيوم موجود فيه الليثيوم موجود فيه عناصر أرضية ندرة زي التانطالم والكلومبيت كل المعادن دي والعناصر دي موجودة او بتبقى غنية فيه صخور البجماطايت تمام دي صور البجماطايت دي اشكاله فيه منه اشكال كتيرة جدا احنا هنصنب بقى المعادن اللي بتبقى موجودة في البجماطية دي. يعني المعادن الكتير اللي هي بقى كورتز وفلسبارات ومايكا وكولومبايت وكاسترايت والفورامايت وتوباز والكوراندم والحاجات دي كلها مش كوراندم اسفق مثلا تورمالين مثلا والبيرت والحاجات دي كلها. كل المعادن دي او الرواسب المعدنية دي هنقسمها اللي بتبقى موجودة في البجماطية دي هنقسمها لتلات انواع. اول نوع اسمه رواسب العناصر الندرة. تاني نوع اسمها المعادن الصناعية. اول نوع اللي هو رواسب العناصر الندرة. تاني نوع اسمها المعادن الصناعية. تالت نوع المعادن اللي هي القيمة أو الحجار الكريمة فالرواسب المعدنية أو المعادن اللي بتبقى موجودة في البيجماطية دي أول نوع اللي هو رواسب العناصر الندرة رواسب العناصر الندرة دي زي مثلا معادن بريليم أو أسفع عناصر اللي هي البريليم، النوبيم، التنطالم، الليثيوم، الروبيديوم، السيزيوم وهجسة المعادن دي لما تبقى موجودة بكميات اقتصادية في البيجماطية طبعا بيستغلوها إن هي بتخش في العديد من مجالات التكنولوجية المختلفة فسنعت بقى الكمبيوترات صناعة الألات الحزبة صناعة الطيارات وهكذا فالعناصر الندرة دي بتخش في المجالات التكنولوجية عندك مثلا ناخد منها مثالين اللي هو التنطالم والنوبيم التنطالم ده بتميز بإيه؟ بتميز بأن درجة انصهاره عالية جدا يعني بينصهر عن درجة حرارة مرتفعة جدا فبالتالي بتحمل درجات الحرارة العالية جدا يعني مدام درجة انصهاره مرتفعة يعني بينصهر عن درجة حرارة عالية يبقى إذن هو بتحمل درجات الحرارة العالية وكمان هو بتميز انه له قدرة عالية جدا على مقاومة التآكل يعني مش بيصدي بسهولة وعنده قدرة عالية كمان انه هو يوصل الحرارة ويوصل الكهرباء دي كلها مميزات الفلزة بتاعة مين بتاعة اللي هو فلزة التنطالم ده علشان كده التنطالم ده بيخش في اسمعات عديدة جدا اهمها المكسفات الالكترونية اللي موجودة في الحزبة الحزبة يعني الحزبات الالة المكسف ده اللي هو الحاجات اللي انه شايفينها دي احنا طبعا عارفين شكلها بس ما تعرفش الناس ما مكسف يعني كتير مننا مش عارفين ده بيسموها المكسفات الالكترونية تمام ده اللي بيخش في تصنعها مين اللي هو التنطالم تانية حاجة بيخش في انظمة الاتصالات والتحكم عن بعض اللي بتاعوا موجودة في الطيرات والسفن والسواريخ بوجود برضو بيخش في صناعة السبائك اللي هي بتبقى فائقة التوصيل المستخدمة في الصناعات الفضائية ومحركات الطائرات يعني بيخش في صناعة السبائك اللي بتوصل مثلا حرارة أو بتوصل كهرباء احنا اتفقنا ان هو موصل جيد للكهرباء والحرارة وكمان بيخش في الصناعات الكيموية زي مثلا المبادلات الحرارية والمباخرات والمكثفات والمضخات المباخرات ديت اللي هي الجهاز اللي انت شايفه ده اللي بيبقى موجود في التلاجة او بيبقى موجود في في مسلا في التكييف المبخر ده بيعمل ان هو بياخد المادة اللي هي زي مثلا الفريون اللي انت عارفينه ده ويحولها لغاز بارد يعني اللي هو بقى اللي هو نظام التبريد اللي بقى موجود في الغاز في التلاجة وفي الفريزر او موجود في التكييف المكثفات اللي احنا اتكلمنا عنها دي المضخات اللي هي اللي هي المضخات اللي هي الترمبات مثلا او المواتير بتاعت المية ده مين ده التنطالم تاني فلزة او تاني مثال للعناصر الندرة اللي هو النوبيم النوبيم ده خواصه تقريبا زي خواص التنطالم كده بالزبط بالاضافة ان هو بيخش في صناعات الحديد والصلب لانه بيزود المقاومة بتاعت الحديد نحية التآكل يعني بيخش مع الحديد الصلب ليه؟ علشان يعني مقاومته للتآكل علشان ما يصضيش بسهولة وكمان بيخش في صناعة السبائك الخفيفة اللي بيستخدمها في محركات العربيات بيخش في صناعة السبائك اللي بيستخدمها في محركات الصواريخ والصناعات الفضائية بيخش في صناعات الإلكترونية والبصرية زي اللينسز او العدسات البصرية بتاعت النقدارات واللينسز اللي هي بتلبس العينة على طول دي ده مين ده النوبي دون مثالين بس على العناصر الندرة اللي بتبقى مصاحبة لصخر البيجماطايت تمام عشان بس ما انتهش تاني نوع من المعادن او الرواسب المعدنية اللي بتبقى مصاحبة لبيجماطايت اللي هي المعادن الصناعية المعادن الصناعية دي زي معادن فلسبارات والكوارتز الفلسبارات دي اتفقنا ان هي عبارة عن بلاجوكليز والاورسوكليز دول يخشوا في صناعات يعني في يخشوا بشكل اساسي في صناعة السيراميك والازاز والخزف والصيني والبرسلين بيخش بصناعاتها الفلسبارات الورسوكليز والبلاجوكليز والكوارتز بخشوا في الصناعات دي كلها السيليكون فاق النقاء اللي هو الكوارتز النقي قوي يعني فيه الكوارتز نقي جدا بيبقى عامل زي الازاز بالزبط. اه ده بيخش كمات ده شبه موصلة اللي بتخش اه في صناعة الراديو والخلايا الشمسية وصناعة الاسمات. ده مين ده السلك اللي هو فقاكو النقاء ده? اللي هو اصلا الكوارتز اللي هو النقي. تمام? بيخش في صناعة الراديو والخلايا اه الشمسية. التالت نوع اللي هو المعادن البيضة. احنا اتفقنا المعادن البيضة دي اللي هو المسكوفايت اللي بيبقى موجود في البجماطيت. ده بيستخدموه كعوازل الحرارية وكهربية. ايه العوازل الحرارية وكهربية دي? اللي هي مسلا البواب بتاعة الفران آآ بتاعة البتوجاز دي. تمام? اللي بيبطنوا بيها مسلا الجوانب بتاعة الفران الكهربائية. بيخش مسلا في طبطين الفران بيسلا اللي هي الماكرويف. بيخش مسلا في عمل العوازل اللي هي اللي بتوقفوا الاسلاك اللي هي بتاعة الكهربا. آآ دي معناها كلمة عوازل حرارية وكهربية. يعني عشان مسلا الاسلاك ديت اللي انا حاس دي ما تكهربناش فبيحطه عليها حاجة بلاستيك كده دي بتبقى من المسكوفايت او من المايكة عمدا العوازل الحرارية دي اللي هي مثلا البواب بتاعت الفرام بحيس انها متنقلش الحرارة العالية ليدك مثلا فتتحرب فدي معنى كلمة انها بتستخدم كعوازل حرارية وكهروية ده مين ده المعادن معادن المايكة برضو من ضمن المعادن الصناعية دي خامات القصدير اللي موجودة في معادن اسمه الكاسترايت يعني اما اجا اقولك مثلا الكاسترايت ده بيعتبر مصدر لايه تبقى انت عارف ان هو مصدر للتن او للقصدير اللي هو الاس ان الاس ان ده رمز القصدير يبقى الكاسترايت هو المصدر المهم او الاساسي لخامة مين القصدير تاني معادن اللي هو معادن والفرامايت اللي هو بيبقى مصدر لخامة التنجستن اللي هو الو الكابتل اللي هو الكبيرة دي ده عنصر التنجستن الموليبدينام اللي هو موجود في معدن الموليبدينايت الموليبدينايت اللي هو الموليبدينام وآخر حاجة اللي هو اليوراني ده المعادن الصناعية اللي موجودة في البيجماطايت من المعادن الصناعية برضو اللي موجودة في البيجماطايت بجنب اللي فاتوا دول معدن مهم قوي اسمه سبيديومين الاسبيديومين ده معدن مهم جدا او مصدر مهم جدا للليثيوم. يعني معدن من معدن الليثيوم. الليثيوم ده بيستخدم في ايه? بيستخدم في صناعة المراكم والمصابيح القرباء. المراكم دي اللي هي السماعة الحجارة اللي احنا بنشحم بيها الرموت بتاعنا والكلام ده. تقريبا تمام? واجهزة تكييف بتاعت الهواء بيخش بصناعة تكييف هات. بخش بصناعة المطاط. خش بصناعة السراميك والسبائك اللي هي خفيفة الوزن. وبرضو بيستخدم في الاغراض النوية. ده مين ده? ده اللي هو مصدره مين الليثيوم ده? اللي هو مصدره معدن الاسبيديومين. تالت بقى نوع من الرواسب المعدنية الموجودة في اللي هو معادن الزينة اللي هو او الحجار الكريمة اللي هي منها معدن التوباز والتورمالين والبيرل اللي احنا هنتكلم عنها بعدين. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ حفافيت في الصحر الشرقي. البرل ده طبعا معدى مهمي جدا في الزينة طبعا يعني. ده مين ده البرل. تاني نوع لرواسب الكابريتيدات النحاس والحديد اللي هو البيرايت والكالكوبيرايت زي ما احنا اتفقنا موجود في الصخور القاعدية والفوق القاعدية اللي موجودة في طبعا بعض العروق الصخرية برضو في منطقة عكارم وابوسويل في جنوب الصحر الشرقي. يبقى البيرايت والكالكوبيرايت اللي هي رواسب الكابريتيدات النحاس وكابريتيدات الحديد دي موجودة ضمن صخور اللي هي القاعدية والفوق القاعدية اللي موجودة في وبعض برضو العروق اللي بتبقى موجودة في منطقة عكارم وابوسويل في جنوب الصحر الشرقي. زي ما احنا اتفقنا ايه اللي جاب الرواسب المعدنية المتأخرة في الصخور القاعدية والفوق القاعدية احنا اتفقنا ان هي بتبقى صخور اتكونة قبلهم. بتبقى صخور كونة قبلهم. وهم مسلا بيخشوا مسلا في الشروق او الشروق والشقوق اللي بتبقى موجودة في الصخور ديت وبيكونوا على شكل عروق. تالت نوع اللي هي رواسب الكولومبايت اه اللي بيبقى طبعا من العناصر ارضي الناجر المهمة جدا في منطقة سماع منطقة حفافيت بوسط الصحراء الشرقية. اخر حاجة اللي هو الخامات الفلسبارت اللي بيبقى موجود اه او بيبقى شائع اصلا في الصحراء الشرقية وبسينة عمتا يعني دي خامات الفلسبارات دي غنية جدا جدا بيها الصحراء الشرقية وسينة في الصخور بسموها الصخور القعدة او اللي موجودة في الصخور اه في المناطق دي اللي هي الصحاري بتاعة مصر اللي هي الصحراء الشرقية وسينة. كده انا خلصت المحاضرة دي تعتبر الرابعة الرواسب الكربوناتايت اه انا هلغيها من عليكم هي مش عليكم. رواسب الكربوناتايت اه اه اماكنها باستخداماتها بهي ايه بتعريفاتها كلها الكربوناتايت مش مقررة عليكم. تمام? ان شاء الله هنكمل اه اه بقية المحاضرات. اه يعني كل اسبوع كده ان شاء الله ايه انزل لكم محاضرة. مشاكرة جدا واشوفكم يا رب على خير. السلام عليكم. اشتركوا في القناة